نحن الآن في معبر عون الدادات الواقع في ريف جرابلو الشرقية حلب هذا المعبر يربط منطقتين سيطرت الجيش الوطني ومناطق سيطرت قسد والنظام المعبر فتح أمام الحركة الإنسانية منذ قرابة الشهر تقريبا لتعلن الشرطة العسكرية صباح اليوم إغلاق هذا المعبر أمام الحركة الإنسانية هناك العشرات من العائلات تنتظر السمح لها بالدخول باتجاه هذه المناطق من هذه الجهة كما تشاهدون الآن خلفي تماما سيارات وآليات لأشخاص قديم من مناطق بعيدة ربما إن كان محافظة إدلب أو غيرها من ريفية حلب الشمالي والشرقي أو مناطق المحررة ينتظرون السماح لذويهم وأقاربهم بالدخول باتجاه هذه المناطق ربما سيعاد افتتاح هذا المعبر في الأيام القليلة القادمة بعد وضع آلية للعمل من قبل وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة